بس هيكم يا جماعة عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. اوحش صفتين اه موجودين عند معظم الناس مش الناس كلها النفاق والكذب. اه النفاق ده هو اه صفة وحشة جدا اه انتشرت كتير او في مجتمعنا. وبشكل كبير قوي. تمام? اه ان الانسان بيتظاهر بشخصية غير شخصيته الحقيقية. زي مثلا بيتظاهر انه هو يتبع الفضيلة والايمان. هو عكس كده اطلاقا. ويحاول يظهر نفسه للناس بصفاته كويسة واخلاقه الراقية. هو في الحقيقة انسان مخادع وكذاب. يعني مسلا يقول انا هساعد الناس هتبرع لناس غلابة وهعمل وهعمل وغير كده كتير مع ان دي مفروض حاجة بينه وبالربنا يعني ما يقولش انا هعمل كزا. لأ لما يبقى معه فلوس ويتعرف لأ دي حاجة بينه وبالربنا يعملها وهو يعني هو ساكت. ما يقولش انا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل. تمام? وبعد ما تتم شهرته ويبقى معه سلطة ويبقى معه فلوس يبدأ بقى ينكر كل اللي قاله. ويتجاهل الناس تماما. ان هو قال بقى هساعد وهساعد الغلبان وهعمل كل ده يبدأ بقى ينكره. ماشي? ويبدأ ينشغل بالقلمات والاعلاميين. فالنفاق ده سيفها وحشة جدا. انها اتبا موجودة في اي حد. وفي حديث. بيقول. ازا وعده اخلف. وازا حدسه كذب. وازا اقتوم نخيان. فالمنافق ده. بيقى في الدرج الاسفل من النور. فمنفعش انت تقول انا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل. والكلام ده كل ما تعملوش ما تعملوش. منفعش انك توعد الناس بحاجة وترجع تنكرها. زي ما في ناس كتير الايام دي بتعملوش كده. لسه مشهورة. بس.